ترجمة نانسي قنقر وربما حتى لا يموت وتبقى الأجهزة والأعضاء تفعل بفعالية كاملة إلى آخر لحظة وتكون عينه أقوى عين في الكون أو الشم عنده أقوى شم والركب أنا أتعرف على أشياء كثيرة في خطة الرب إلا من خلال ضعف من خلال المعاناة أنا أريد أن أمشي خطوة لأمام لأنه ليس في يسوف هو عالم جينات عالم وراثة أنا أقول لك هكذا كما نفهم نحن نتحدث الآن كبشر كعاقل بشري منظومة بشرية ونعيد مرة ثانية كلمة إيه ما ثلوت طغف اللي يا رب هذا كل ما عندنا حدث كما نحن ما كلمة أنا أقول لك نحن سنفقد إنسانيتنا أجمل ما في إنسانيتنا وبشريتنا لو أننا إيه صرنا كاملين لا نمرض لا نموت لا نصب بأي خلل وظيفي بأي تراجع وظيفي بأي كذا لا نفتقر لا نضعف لا نتراجع لا نجهل نعلم كل شيء يعني آلهة آلهة مصغرة أنا أقول لك لن يسمح المعنى الإنسان الذي نفتخر به ويلذ لنا أي معنى أنا لا أحب هذه الكمالية أنا كإنسان لا أحبها جهيل أننا نجهل في ظرف وفي حيه أننا إيه نحب أن نعلم فيه الجميل أحاب أعرف وأعرف حال جاء بتتعلم أدخل في تحدي وأدرش وكذا وأناقش وأتعلم وأحوز أي فهما جديدا جميل جدا أنتصار جميل جدا أنا أكون ذاك الإنسان الصغير من معيار متر وسبعين سنطر في المتوسط في الهملايا ثمانيون سكيل وبدر وأتسلقها كإنسان وصل للقمة جميل جدا جميل جدا أشوف القمر اللي فكرته في يوم الأيام قطع من الجبل جبل تشاير وغير تشاير وبعدين أصلا في القرن العشرين 1969 أني أخطعه لأول مرة جميل جدا لما من أول يوم مخلوق أجنحة ملائكية أو ربانية وحطرت عليه وقت ما فيش فيه أي جمال جميل هذا جميل إني أمرض وأموت يموت العزيز علي والحبيب والقريب بالأمراض وأظل أبحث عن هذه الأمراض حتى أفك شفرتها ثم أقهوها بالدواء وبالعلاج وبالطعم وباللقاح جدا هذا أنا ما الصحيح اليوم ما في ما في هيضة ما في حصبة تقريبا ما في كوليرا تقتل الناس ما في طعون انتهى كل هذا وإن شاء الله حينتهت السرطان والعسر يكون قريبا والإيدز كله وتأتيك أمراض أخرى وتدخل في هذه الملحمة الإنسانية هذه الدراما الإنسانية يا أخواني جميل أنه ينهار البطل ألم الصحيح وتحيا القيمة نصوته ألا يموت البطل ويحيا المعنى وهذا أجمل شيء وهذا أجمل شيء لما إيه نلاحظ الدراما الإنسانية الأبطال سبحان الله معظم انتصاراتهم في ماذا؟ في مظلوميتهم وموتهم كموت الحسين وعند المسيحين في موت عيسى ومصدوبية عيسى وغيره وغيره أجمل ما فيهم هذا لأنه يموت الإنسان الفاني وهو سيموت اليوم أو بعد ألف سنة لكن بموته تألقت إيه القيمة تألق المعنى مباشرة وبشكل أبدا تقريبا تأبدت القيمة حينم جمال هذا تقريبا إيه ما أردتي أنا أذهب بكلمة فرانسيس كولينز إليه وهو أبعد مما قال أنا مش شايف أنه في أي ضرورة نحن نكون إيه؟ نطلب أن نكون كائنة كاملة ومش حقدر تعرف حتى عرب نحن بالطريقة هذه صح؟ طبعا إلي هيتعرف وإنت شوف من بعض أسرار وحكم البلايا والمصائب والهشاشة والضعف البشري أنها إيه؟ تعود بالإنسان إلى الله تعود بالإنسان إلى إنسانيته أقبح ما في الإنسان أن يظن أنه كامل بيرفكت وأنه إله كيف تتحمل إنسان المشتغني؟ هل تستطيع أن تحتمل إنسان المشتغني؟ أن يحتجش إلى كرمك ولا إلى عطارك ولا إلى مساعدة ولا إلى السبورت أو الدعم المعنوي منك حتى بكلمة مدح أو ودوث من أنت؟ أن العالم كله عارف منك أنا حائز الجوائز وحائز الميدليات من أنت؟ ما بدي؟ هذا الإنسان أقول لكم لا يطاق لا تطيخوا زوجته ولا أولاده ولا أقرب الناس هذا الإنسان محقور هذا الإنسان ليس إنسان مش هذا الإنسان ينسان جميعاً يبكي أحياناً للضعف للخسارة للألم لفداحة المصاب يبكي هذا أجمل ما في الأحيان هذه الدموع هي برهان إنسانيته علامة إنسانيته لكن برضو أجمل منها أنه يتحامل على جراحه ويكمل المسيرة إيماناً منه بقيمة الحياة أو بجدارة الإنسان أن يخط قدره ومصيره ويكمل مسيرته هذا هو الإنسان الذي نعشقه هذا أجمل أنا دائم وذكرت هذا في الخطب والله ولا مرة ولا مرة طاقة نفسي أن أكون ملكاً ولا أحب هذا أشوف نفسي أنا أجل كإنسان كإنسان أي يعني ملك ملك باختصار بلغة حاسوبية هو كائن مبرمج إلا له مقام معلوم أنا ما بدي كو كائن مبرمج ما بديش مع أنه هذا كائن مبرمج أيها الإخوة أبدلنا يا جن وعن ما الصحيح فيش احتمال خسارة عنده لا نجاة ولا معنى وعلى فكرة هو لا يشعر بنجاة تتمنى عليه بخيمة النجاة التي لا يفهمها ولا يدركها ولا يطلبها تعرف لماذا؟ لأنه لا معنى للنجاة بغير احتمال خطر الخسارة فهو لا يفهم نجاة من إيش عندي كائن قاعد يسبح ويقدس ليه النهار ففيش اختبار لم يدخل اختبار أصلا هو أنا أجمل حياتي أجمل صح أو لا؟ أنا بختار الجزء الملائكي فيه بس باختيار وعبر معاناة وانصهار وتمحقب بالخير وجهاد نفسه هذا الجماعة في اللساني أخوة هذا الجماعة في اللساني انت حين تسمع بإنسان ابن ملك ويقال عنده عشرة مليارات أنا لا يشوف ولا شي يعني ليش المشكلة يعني أبوه وردت إياه وتسمع بملحة بل جيتس رسالة فقير مع أقصات جامعية والآن هو من أغنى أغنياء الدنيا كان في الحق من الكتب هو الأغنى بالعرق والعبقرية والمواصلة والإبداع هذا الجماعة صح؟ حقق نفسه بس هو بل جيتس هذا وغناه بس هو كل غنى الأغنية عن وراثة لا ينال المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال لا جهول جاهلت يمناه ما كسبت ولا سؤول بغير السيف سأل يعني هذا فرق عن هذا هذا هو الإنسان إزاء الملك أنت سبحت وقدست عن ضرمجة من غير اختبار من غير معاناة أنا سبحت وقدست عن مجاهد وعن تعال وعن معاناة ولا من صحيح؟ تفضيلات مختلفة أنا عندي تفضيلات أنت معنى تفضيلات أصلا هو الملك لا يفهم حتى مصطلح التفضيلات أنا أفهم المصطلح هذا كإنسان الإنسان ملحمة كبيرة من البلاهة والغباء أن يقال لو كان الإنسان مصمماً لإله حكيم قدير كذا كذا كان ينبغى أن يكون تصميمه على أحسن ما يكون لا 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 هو مراد أن يكون تصميمه هكذا وعلى فكرة هذا النقص الذي ترى في بعض الأعضاء والأجهزة مراد أصلاً ابتلاءاً امتحاناً أو كما سار أيها الإخوة أنبوب للإبتلاء كيف يحدث انفصال شبكية عن بعض الناس وهو يعمل في لحظة لأن الشبكية موضوعة بطريقة تسمح لإنفصالها يقول كذا عيب في التصميم مش عيب الله يعني كاتب لكن هذا كم يحدث كم نسمة حدوثه يحدث كابتلاء كمصيبة كعبرة أشياء معينة حتى الأخطاء ما يسمى بالأخطاء الوراثية يورد بعصابع زائدة برأس زائد بأعضاء زائدة بأعضاء ناقصة كل هذا مراد عارف أنت؟ لو لم يكن هناك أمراض ورافية ولا أخطاء خلقية لما وجدت علماء أنفسهم أصلا مدهوعين أنه يدخلوا في عمق هذا العالم السحري في الصندوق الأسود كما سماه مايكل بي داروينز بلاك بوكس عالم الخلية خلية والجينات وكذا ما كان يعرف شي تقريباً شاز لهم عن عالم الخلية وأسرارها فرمزماتها وجيناتها ولا بيعرف أنظوقها أسود يجهلوا دارهم تماماً أحمل يوم طلعنا على دقاء خد صندوق الأسود وقدمنا تحديات جديدة للمخاربات التطورية الدارونية وغير الدارونية هذا صندوق أسود لماذا العلماء دخلوا في هذا العالم؟ علشان يتغلبوا على إيه؟ على هذه الأدواء على هذه الأمراض على هذه الأخطار كما يسمونها واضح؟ والله يومي هذا جزء من الدراما